انتهاء مباراة الأردن والكويت في المجموعة الثانية من تصفيات أسيا المواهلة إلى كأس العالم 2026 أقولك في الفيديو ده على نتائج مباريات الجولة السادسة بالكامل ترتيب المجموعات بعد انتهاء الجولة السادسة أيضا موعد الجولة السابعة ومباريات الجولة السابعة السلام عليكم ورحمة الله من فضلكم اعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة واكتب لي من أين تتابع القناة كنا بنتابع مباراة الأردن والكويت التي انتهت منذ قليل بالتعادل الإيجابي مباراة كانت قوية جدا مسيرة جدا وخلت المجموعة هتكون فيها إصارة ومتعة حتى نهاية المباريات عايزة أذكرك بالمجموعة الأولى اللي بتضم إيران وأسباكستان والإمارات وقطر وكرغستان وكوريا الشمالية لعدة ثلاث مباريات في الجولة رقم ستة أسباكستان بتفوز على كوريا الشمالية واحد صفر ومنتخب إيران بيفوز على كرغستان تلاتة مقابل اتنين الإمارات بتفوز على قطر خمسة مقابل شيء لأصبح ترتيب المجموعة الأولى إيران في الصدارة ستتاشر نقطة أسباكستان في المركز الثاني تلاتتاشر نقطة الإمارات في المركز الثالث برصيد عشر نقاط قطر في المركز الرابع برصيد سبع نقاط كرغستان في المركز الخامس برصيد تلات نقاط كوريا الشمالية في المركز رقم ستة برصيد نقطتين عندنا الجولة السابعة إن شاء الله يوم الخميس عشرين تلاتة عشرين مارس عندنا تلات مباريات أسباكستان ضد كرغستان كوريا الشمالية ضد قطر وإيران ضد الإمارات ده بالنسبة للمجموعة الأولى نروح للمجموعة التانية اللي بتضم كوريا الجنوبية والأردن والعراق وعمان والكويت وفلسطين لعبنا تلات مباريات في الجولة رقم ستة العراق بتفوز على عمان واحد مقابل شيء ومنتخب فلسطين بيتعادل مع متخب كوريا الجنوبية واحد مقابل واحد ومنتخب الأردن بيتعادل مع الكويت واحد مقابل واحد لأصبح ترتيب المجموعة التانية كوريا الجنوبية في الصدارة أربعتاشر نقطة العراق في المركز الثاني برصيد حداشر نقطة الأردن في المركز الثالث برصيد تسع نقاط عمان في المركز الرابع برصيد ست نقاط الكويت في المركز الخامس برصيد أربع نقاط فلسطين في المركز رقم ستة برصيد تلات نقاط الجولة السبعة إن شاء الله عندنا تلات مباريات يوم الخميس عشرين مارس عشرين تلاتة الأردن ضد فلسطين والعراق ضد الكويت وكوريا الجنوبية ضد عمان أما بالنسبة للمجموعة الثالثة اللي بتضم اليابان واستراليا وإندونيسيا والسعودية والصين والبحرين ومنتخب السعودية للأسف يواصل تراجع النتائج وتراجع المستوى وهزيمة النهاردة سقيلة جدا جدا ومفاجئة ضد منتخب إندونيسيا اتنين مقابل لا شيء منتخب إندونيسيا بيفوز على الأخضر السعودي اتنين مقابل لا شيء أما منتخب اليابان اللي بيواصل عروضه القوية منتخب الكمبيوتر الياباني اللي بيفوز على منتخب الصين تلاتة مقابل واحد أما منتخب استراليا بيتعادل مع منتخب البحرين في المباراة التي انتهت منذ قليل 2 مقابل 2 لأصبح ترتيب المجموعة الثالثة اليابان في الصدارة 16 نقطة استراليا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط إندونيسيا في المركز الثالث 6 نقاط السعودية 6 نقاط البحرين 6 نقاط الصين 6 نقاط مجموعة في منتهى القوة ولكن على أساس وعلى الصراع على المركز الثاني لإني شايف أن المتخب الياباني بعيد جدا وحسم صدارة المجموعة الثالثة برصيد 16 نقطة بعد الجولة الستة ولكن عندنا خمس منتخبات بتنافس على المركز الثاني تخيل معي أن أستراليا سبع نقاط وكل من إندونيسيا والسعودية والبحرين والصين لكل منهم ست نقاط وبالتالي الجولة السبعة اللي هتكون مهمة جدا الخميس 23 مارس عندنا الثلاث مباريات السعودية ضد الصين واستراليا ضد إندونيسيا واليابان ضد البحرين ده بالنسبة لترتيب المجموعات الثلاثة وموعد الجولة رقم سبعة ونتائج مباريات الجولة رقم ستة يتبقى لنا أن نتعرف على هداف التصفيات حتى الآن المعز علي لعب منتخب قطر اللي عنده 12 هدف سيون هيون جيمين لعب كوريا الجنوبية اللي عنده 10 أهداف إياسي أويدا لعب منتخب اليابان اللي عنده 8 أهداف يزن النعيمات لعب منتخب الأردن اللي عنده 8 أهداف أيمن حسين لعب المنتخب العراقي اللي عنده 7 أهداف نكملنا التوفيق لكل منتخباتنا العربية اللي عندها منافسة شارسة ومنافسة قوية في كل المجموعات المجموعة الثالثة مثلا عندنا فيها المنتخب السعودي والمنتخب البحريني عندهم 6 نقاط المجموعة الثانية اللي فيها منتخب العراق والأردن وعمان والكويت وفلسطين ولكن منتخب كوريا الجنوبية يتصدر برصيد 14 نقطة المجموعة الأولى اللي فيها منتخب الإمارات وقطر الإمارات 10 نقاط وقطر عندها 7 نقاط نتمنى التوفيق لكل منتخباتنا العربية نظام التصريات أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم التالت والرابع أو التالت والرابع في كل مجموعة من التلاتة هيعملوا مجموعتين كل مجموعة فيها 3 منتخبات متصدر المجموعتين هيكمل التمانية ويكمل والأول في كل مجموعة يبقى منتخبين ينضموا للستة ويبقى 8 منتخبات تأهل مباشر إلى كأس العالم 2026 ممثلين لقارة أسيا اكتب توقعاتك لا تنسى لايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة